12 فيديو وصفات لحساء الدجاج حساء الدجاج له تأثير في القضاء على الأمراض بفضل الفيتامينات والمعادن الموجودة فيه حساء الدجاج أو الحساء المصنوع من مرق الدجاج قوي بما يكفي لإيقاظ الأشخاص المتعبين من المرض على الفور يسمح بإزالة العدوى بسهولة حساء الدجاج الذي يمكنك اطهيه في الصيف والشتاء يضيف نكهة وشفاء لوجباتك إذا كنت تصنع حساء الدجاج كثيرا وترغب في رؤية كهات إضافية على المائدة فقد يخطر ببالك السؤال التالي ما الذي يتناسب مع حساء الدجاج يمكنك بسهولة تحضير قائمة طعام اليوم في هذه القائمة حيث نقدم أطباقا لذيذة وسهلة الوصف لمن يقول ماذا يفعل بحساء الدجاج الأطباق المختارة في قائمتنا والتي ستضيفها إلى طاولات العشاء والوجبات الرئيسية الخاصة بك تأتي لإرضاء ذوقك أكثر الأطباق الخاصة التي ستتبادر إلى ذهنك عندما تسأل ماذا تفعل بشربة مرق الدجاج تنتظر تحضيرها في أسرع وقت ممكن نترك حساء الدجاج مع اللحوم والخضروات لتحضر للشفاء من المرض وإعطاء اللون للمائدة إليكم ألذ الألصفات التي ستجعل الأمور أسهل لمن يسألون ماذا يطبخون بجانب حساء الدجاج واحد كيف تصنع البطاطس رافيولي مع لدغة الأكل أثناء تحضير حساء الدجاج يمكنك اتخاذ الإجراءات اللازمة لعمل رافيولي البطاطس بطاطس رافيولي التي تحظى بشعبية كبيرة بحجم حصتها من بين الألصفات الشعبية لأنها تحتوي علي وصفة سهلة عندما تقدمه مع عرض تقديم فاتح للشهية فإن رافيولي البطاطس الذي لا يمكنك تركه على الطبق سوف يناسب حساء الدجاج للوصفة كيف تصنع كرات البطاطس بالزبادي اثنان كيف تصنع سلطة الخس كمصدر للفيتامينات والألياف إذا كان لديك هيكل يتأثر فورا ببرد الشتاء أو حرارة الصيف سيكون حساء الدجاج بمثابة دوائلك إذا كنت تحضر أيضا سلطة خس غنية بالفيتامينات يمكنك الاستيقاظ في الصباح منطع شنا سلطة الخس التي تلبي حاجة الفيتامينات على مستوى عالي يتم تحضيرها بسهولة شديدة لا تنسى المحاولة للوصفة كيف تصنع سلطة الخس ثلاثة مثالي للوجبات الخفيفة الخرشوف اللذيذ بزيت الزيتون عند إضافة أطعمة زيت الزيتون إلى الحساء المصنوع من مرق الدجاج يمكنك تناول وجبة خفيفة جدا إذا كنت تخطط لطهي حساء الدجاج في المساء يمكنك أيضا تحضير الأرضي شوكي بزيت الزيتون في دقائق أولئك الذين يستهلكون هذا الثنائي اللذيذ في نفس الوقت يبتعدون عن المرض لفترة طويلة للوصفة خرشوف بزيت الزيتون أربعة تخزين النكهة القلبية طبق البطاطس والجزر البازلاء إذا وصلت وجبة تبدأ بحساء الدجاج مع وجبة من البطاطس والجزر والبازلاء يمكنك الحصول علي وجبة مرضية للغاية عندما تريد أن تلتقي على مائدة لذيذة يمكنك حفظ الوجبة اللذيذة من خلال تقديم شربة الدجاج أولا تليها وجبة من البطاطس والجزر والبازلاء وصفة الفيديو الشهيرة لدينا معك لتجربتها للوصفة طبق البطاطس والجزر والبازلاء خمسة كيف تصنع فاصوليا مجففة رائعة المذاق؟ الفاصوليا الجافة إحدى أنكهات الكلاسيكية للمطبخ التركي تناسب وجبات حساء الدجاج هل تعرف ما عليك القيام به لإعداد الفاصوليا المجففة المطبوخة بالكامل؟ إليك المكونات والتفاصيل التي تحتاجها لطهي الفاصوليا المجففة بشكل لذيذ للوصفة كيف تصنع الفاصوليا المطبوخة؟ ستة كباب باذنجان مخبوز مع بطاطا مهروسة بطريقة تقديم أنيقة على طاولات الدعوة يمكنك البدء بحساء الدجاج الخفيف وتقديم كباب الباذنجان مع البطاطس المهروسة في الفرن للطبق الرئيسي ويمكنك الحصول على تقدير الضيوف يمكنك فحص الوصفة على الفور لعمل كباب الباذنجان الألمنك بالبطاطس المهروسة في الفرن مثل الطهة اضغط على الشرح التفصيلي بالفيديو لتلتقط سر الذوق واستمتع بالطعم على أكمل وجه للوصفة كباب باذنجان مشوي مع بطاطا مهروسة سبعة كباب خضار شعبي واقتصادي وخفيف يمكنك أيضا تحضير كباب نبات عملي لتوفير الوقت أثناء طهي حساء الدجاج كباب الخضار الذي يمكنك اختياره لإطفاء اللون والنكهة على طاولتك كان محبوبا من قبل الكثيرين أولئك الذين يبحثون عن وجبة خفيفة ومراضية يمكنهم مراجعة الوصفة واتخاذ الإجراءات على الفور للوصفة كباب الخضار المفضل ثمانية لا يختلف عن المطاعم كباب الخضار مع كرات اللحم في طاج ألم تحضر قائمة المساء بعد؟ إذا كنت تفكر فيما يجب أن تفعله يمكنك اطهي حساء الدجاج وكباب الخضار مع كرات اللحم في طاج بينما يمكنك تحضير الحساء في دقائق يمكنك تقديم كباب الخضار مع كرات اللحم في كسرولة في الوقت المناسب لا تضيع المزيد من الوقت لتناول وجبة لذيذة وشهية جرب الوصفة الآن للوصفة كباب خضار مع كرات اللحم في طاج 9- غني بالألوان ومغذي غراتان الخضار المخبوزة بصرصة ألب شاميل لقد أعددت حساء الدجاج وتريد عمل وجبة أخرى لكنك لم تجد وصفة في ذهنك حتى الآن في مثل هذه الحالات يمكنك تحضير جراتان الخضار مع صلصة الألب شاميل في الفرن دون متاعب يمكنك إن تصدق إنك ستحصل علي وجبة لذيذة مع حساء الدجاج بالبروتين وغراتان الخضار مع الكثير من الفيتامينات للوصفة غراتان الخضار المخبوزة مع صلصة الألب شاميل 10- وجبة فرن عملية جدة ترتيب البطاطس مع اللحم المفروم في الفرن لدينا اقتراح آخر لمن يحبون أطباق الفرن لقد احتلت البطاطس باللحم المفروم بالفعل مكانها بين الأذواق الشعبية بطعمها التقديمي وطعمها علاوة على ذلك فهو طبق يمكنك من خلاله الحفاظ على توازن أسعرات الحرارية في القوائم مع حساء الدجاج للوصول إلى سر مائدة لذيذة ومرضية يمكنك تجربة البطاطس المخبوزة باللحم المفروم للوصفة بطاطا مشوية مع لحم مفروم 11- نجمة القائمة سلطة النودل حساء الدجاج وهو علاج لأمراض الشتاء طبق يتم تناوله بسرور في كل وجبه نظرا لوجود الكثير من الفيتامينات في مياهه فإنه يوزع ملاعق الشفاء لمن يستهلكه تتناسب سلطة النودل بشكل جيد مع هذا الحساء الذي يحبه الكثير من الناس بغض النظر عن الأطفال أو البالغين سلطة النودل المزوجة بالخضروات تشهد عرضا مراضيا وشهية في قوائم الطعام مع حساء الدجاج 12- لفائف الباذنجان الصيفية المقرمشة إذا كنت ستصنع حساء الدجاج في المساء جرب معجنات الباذنجان المقرمشة عندما تريد تحضير مائدة مراضية للغاية ورائحة مع حساء الدجاج توج القائمة بفطيرة الباذنجان يمكنك أن تصبح نجم المطبخ من خلال تقديم الباذنجان الذي يستهلكه الكثير من الناس مع البوريك علاوة على ذلك سيكون زوجان لذيذان مع حساء الدجاج الذي يشفي المرض أرحب شهيتك بتجربة فطيرة الباذنجان الصيفية خلال شهر رمضان في العطلة في الغداء في وقت الشاي